طيب خلينا نتكلم بقى صريا على النهاردة ماتش الزمالك ويف طيوتشر شفت أداء نادي الزمالك إزاي شفت أداء نادي فيوتشر كيف؟ طيب خلنا في البداية نقول إن الماتش ما كانش على مستوى الحدس فيوتشر و الزمالك آخر سنتين هو نادي من أندية المربع الزهبي من الأندية اللي بتروح تعمل ماتشات قدام الأهل الزمالك بشكل كويس ويكون ندي اليوم نادي مصري موجود في الكنفدراليه آخر سنتين فده المفروض كان نكون نفسنا نشوف حالة أحسن من كده خلينا نقول في البداية فيوتشر نفسه بيلعب إزاي آخر ماتشات في الدوري الراجل في فيوتشر بيستغل أو بيتارجد دايما أنه يفضل مساحاته على الأطراف عشان يعمل كده كان دايما بيجمع اللعب في عمك الملعب وتقريبا نحن معنا فيديو بيتكلم النقطة دي فيديو وماتش فيوتشر وإنبي هنبص هنا فيوتشر وإنبي آه فيوتشر وإنبي بص هنا بص نستوب هنا شوية نستوب هنا شوية ماشي ماشي شوف هنا البكين وفين فين الناحية دي والناحية التانية خالص البكين أو الوينج الناحية التانية والباكينة فين هو الراجل في فيوتشر بيتارجد أنه هو يفضل مساحة الأطراف هنمشي اللعب بعد دي خالص ماشي اللعب شوف الراجل عمر كمال بيطلب من الراجل يروح فين بيطلب هنا شوف الراجل بيتحرك في قلب الملعب هنا كل التارجد بتاع الراجل ان هو يجمع لعب في قلب الملعب عشان يفضي طرف المطرف طريقة اللعبة ده واسلوب اللعبة دي شوف هنا حاول يحط في المساحة الفضلية ولكن المدافع كان نقاري اللعبة اللي هو علي فوزي المدافع امبي حيتاني حيدور اللعبة تاني هنمشي اللعبة ندور تاني ممشي ممكن يمشي اسرع شوية فلازم نعرف هنا ان الراجل بص شوف بيحاول الراجل نزل عشان يسحب معه مدافع المدافع ما نزلش معاه تاني حينزل تاني حاول يدور احنا عندنا مشكلة شوية برضو راجل نزل عشان يسحب حد معاه محدش نزل معاه فهو التارجد في النهاية ماشي خلاص ممكن خلاص هو التارجد في النهاية ان هو دايما كان بيجمع اللعب في قلب الملعب وعمق الملعب علشان يسحب حد من المدافعين وبالتالي المساحة تفضي على الاطراف للباكين اللي هم طائلين هل ده بيعمل مشكلة اه وعنده حل يعني هو حل هجومي كويس جدا بس في نفس الوقت دي فعيا بيعملوا المشكلة ايه المشكلة اللي هو الراجل بيعملها له ممكن نحنشوفها في ماتش ايم بي طبعا تاني طيب التحولات ماشي بس انا عايز قبل ده عبورما رجالة جهز الفيديو هو اصلا بيعتمد في طريقة لعب وفيوتشر عليك طريقة لعب ايه هو بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة اتنين تت واحد عشان النهاردة عايز اتكلم عليه على الموضوع ده النهاردة لعب اربعة خمسة واحد ده دفاعية دفاعية بحتة دفاعية بحتة طيب خلينا نشوف الحالة معنا طيب في التحولات الدفاعية عند فيوتشر دايمن بيحصل مشكلة المشكلة دي هنوقف هنا بص هنوقف هنا بص هناك علي فوزي اللي هناك ده الموجود هناك ده علي فوزي الباك بتاع ايم بي طيب هو دايمان عنده مشكلة انهو دايمن فالعمق اعمل زحمة ولكن بينساء الاطرافPEب بشكل كبير جدا لان الارتداد بتاع العيبته دايمن كل اللعيبة دايمان راجعة من العب لان الوينجات هو الوينجات بيحاولuy ضم الوينجات لقلب الملعب ولعايبة نصمل الملعب بيحاولوا يضضمهم لقلب الملعب علشان يفضي مساحها الاطراف ما بيحصل علي تحاولات التحاولات لما بتحصل blues في عمق الملعب وبالتالي الأطراف عنده بتبقى مستباحة بشكل رهيب جدا زي ما احنا شايفين قدامنا هنبص هنا شوف المساحة قدامنا هناك فين عند عالي فوزي ولكن طبعا الباص ما طلعشي زي ما هو متوقع احنا عندنا أزمة شوية في مصر اللعيبة دايما عندنا حاجة اسمها سكان السكان دا هو السلوخ الاستكشافي بتاع العيبة كرة القدم ان هو دايما اللعيب يبص حواليه بيحاول ياخد المعلومة عشان لما يستلموا الكرة يبقى عنده دايما المعلومة جاهزة او القرار بتاعه يبقى جاهز ويبقى اقرب للصواب انما احنا عندنا مشكلة في مصر اسكان دايما اللي بيبرع فيها واللي عمل مدرسة فيها ليونيل ميسي طبعا طبعا ليونيل ميسي وطبعا الاشهر فيها كان تشافي هرناندز وفرانك لامبرد فاحنا عندنا مشكلة في مصر كبيرة جدا ان القرار دايما بطيء وتحريك وتدوير الكرة بطيء بشكل كبير جدا جدا بس احنا عندنا دي حاجة حالة داي لما يكون فيوتشر بيهاجم وانا يعني ملاحظ حتى في الاندية بسلسناء بيرامدز يعني حتى الاندية اللي هي اداءها كويس جدا في في الجدول للترتيب بتاع الدوري لما بتلعب قدام النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتحولوا في طريقتهم الى طريقة دفعية بحتة تماما حتى المدير الفنيين اللي هما يعني بيعتمدوا على الطرق الهجومية او الطرق المتلازنة بين الدفاع والهجوم بيرصصوا اللعيبة كلهم في منطقة الجزاء ليه ليه احنا عندين نفس الكون سبتدأي احنا 2023 يعني ليه لغاية الوقت احنا مدرق الفنيين بيلعبوا بطريقة دي ده تلقص تحت بند واحد الهوية احنا لأسف الكرة في مصر بنفتقد لبند الهوية محدش عنده هوية خالص بيلعب بيها بمعنى اللي عندها في اوروبا دايما موجود عندهم هوية من اصغر تيم للفيرس تيم دايما فيه سيستم واحد بيمشي على النادي كله بيلعب بيه ولكن احنا عندنا في مصر بند الهوية ده مش موجود تماما مثلا لو رحنا لانجلترا حنشوف برايتون برايتون قدام تشيلسي زي قدام من سيتي زي قدام نوتنجهان فورست هو نفس السيستم اللي الراجل بيلعب بيه عشانه عنده هوية الهوية دي بناء عليها بيختار البرفايلاد بتاع اللعيبة بتاعته ولكن عندنا في مصر البرفايلاد مختلفة حتلاقي مدافع بيلعب بستايل غير اللعيبة نص الملعب احنا عندنا ازمة كبيرة جدا والازمة ان انت مفيش مدرسة ثابتة في الاندية بالتالي بتختار عليها المدير الفني هل في ناد فمصر بيختار مدير فني بناء على الهوية بتاعته ولا لا مفيش يعني مثلا السنة اللي فاتت تاني هل في مدير فني في هلف مينة في مصر بيختار مدير فني بناء على الهوية ما اعتقدش السنة اللي فاتت راح البرتغالي نونة الميدا اعتقد من فارقه الراجل كان بيلعب زون ديفنس وبيلعب على التحولات الطبيعي ان انت نادي اقلت المدرب ده الطبيعي ان انت هتجيب راجل يلعب على نفس السيستم اللي اللعيبة حفظها مؤقتا على حد نهاية الموسم راح جايب كابتل نهاب جلال كابتل نهاب جلال راجل بيلعب على استحواذ اكتر بيحب الكرة الهجومية اكتر خلاف الهوية خلاف الهوية او السيستم اللي اللعيبة كانت بقالها سنة ونص دي مشكلة ادارة لجمسة التخطيط يعني مشكلة ادارة ادارة عموما يعني دي مشكلة ادارة بشكل كبير جدا وازمة هتفضل في الكرة في مصر لحد ما كل انتها تبدأ تعمل لها سيستم ودي دجلة هو تقريبا الناد الوحيد اللي في اخر كام سنة هو اللي كان عمل سيستم من اصغر فريق لحد الفرس تيم ولكن هو كان بيدفع التمن في النهاية ان هو راجل الفرب بتستغنى عن نجوم الفريق فهبط في النهاية بس اعتقد هو ده يعني ده كان الترجب بتاعه ان هو بيعمل مفرخة للعيبة بس مش بالشكل ده يعني افضل للعيبة طلع من ودي دي جلال بالضبط بس بالشكل ده مش تلاقي فريق في اوروبا الانداف اوروبا في انداء عندها الترجب ده بس مش هيطلع ست سبع العيبة كل سنة بس فدي قزمة كبيرة جدا